احد العلماء رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤية وهو البرغاني حتى إذا ما كانت رؤية الاعتبار يدل عليه قال ليش الأقدمون كانوا موفقين كانت عدهم كرامات عدهم مكاشفات وإحنا ما عدنا فقال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه أولئك كان عدهم حكميا واجب وحرام وإن تعدكم خمس أحكام الواجب كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب والمستحب أيضا كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب يعني ما كانوا يتركون المستحبات عمليا كانوا مقيدين أما إحنا أي شيء مستحب وترك صلاة أول الوقت مستحب صلي آخر الوقت قبل ما تطلع الشمس بخمس دقائق قوم من النوم بسرعة روح توضع وصلي صلاة إذا يأخذ فيلمنا وبعدين يعرض علينا لو يعرض على قناة فضائية صدق نذوب من الخجل إذا كانت فت شاشة يصور أفكارنا في حالة الصلاة وكانت تعرض على قناة فضائية صدق كنا نذوب من الخجل هذا مستحب ترك هذا مكروه ما يخالف هذا مباح ما يخالف أنتوا عدكم خمس أحكام أولئك كان عدهم حكميا الواجب والمستحب كانوا يتعاملون معه بمنطق الواجب ما يتركوا والحرام والمكروه والمباح كانوا يتعاملون معه معاملة حتى الحرام يتركونه حتى المباح طبعا هو أي فريق واحد مقيد بالنوافل بالمستحبات عدنا في الأحاديث ما وقر الصلاة من توضأ بعد الأذان خلاف التوقير قبل الأذان توضأ متحضر بمجرد ما الله تعالى يخاطبك أنت جاهز متحضر أولئك كانت لهم حالات أخرى مو مثل حالاتنا كان لهم وضع آخر أحد المشاهير يوم من الأيام رؤية يبكي فقالوا له لماذا تبكي يمكن ابن قال له قال في الواقع عن البارحة ما قمت لصلاة اللي ابن كاتب عنه أنه كان مقيد بأن يستيقظ في الفصول الأربعة ساعة على الأقل قبل أذان الفجر ويتهجد البارحة ما قمت أنا إذا أبتش أفكر ما هو الذنب الذي فعلته حتى حرمته من صلاة الليل البارحة أما إحنا نعيش الحرمان الدائم ولا نشعر بالحرمان الدائم كثير مننا يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر